لم تستثني إسرائيل في حربها على قطاع غزة الإعلام المحلي إذ استهدفت أغلب الإذاعات والقنوات التلفزيونية التي تبث من قطاع غزة هذا ما تبقى من مقر قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس وكان قد دمر في السابق نحن نعرف في قناة الأقصى الفضائية وفي شبكة الأقصى أن الاحتلال الصهيوني ترصد العاملين في القناة وهو تم استهداف القناة قبل ذلك في 2008-2009 وتم استهداف طواقمنا في حرب 2012 ونحن نعرف جيدا أن هذا العدو الصهيوني يكرس فشله على الأرض باستهداف المقاومين في الميدان باستهداف المؤسسات المدنية كما ترى أما المسؤولون في إذاعة القدس التابعة للجهاد الإسلامي فيقولون أنهم مارسوا دورهم المتعلقة بشحذهم من المقاتلين على الأرض بالإضافة للتغطية الإعلامية بيانات الصحفية لتصدر عن الإعلام الحرب الخاص بكل أضرع المقاومة كانت اتصلنا تباعا وبالتالي كانت جزء من إصالها للجمهور دور وسائل الإعلام وخاصة الإذاعة المحلية كونه نقطة غزة له قصوصية لم يقتصر الأمر على الاستهداف فالجيش الإسرائيلي كان يشوش على بث هذه الإذاعات ويبث على تردداتها رسائله لإرباك الرأي العام الفلسطيني لم يكن هذا فقط أثر الحرب الإسرائيلية على الإعلام المحلي فالحرب غيبت إذاعتين محليتين عن العمل إحدهما ما زالت غير قادرة على استعادة بثها وهنا كان مقرها بعد تحذيرات متكررة نقلت إذاعة صوت الشعب التابعة للجبهة الشعبية أجهزتها إلى أدنى سلم البرج الذي كانت فيه وبعد أيام قصفت إسرائيل برج الباشا فدمرته وكافة محتوياته وانقطع بث الإذاعة التحدي بدأ ربما قبل قصف البرج باستهدافه ثلاث مرات أعلى مبنى الإذاعة وأسفله بطابقين عملنا نظام الطوارئ يعني كنا نبت من أسفل البرج وهذا كان تحدي كبير إلى أن أتت اللحظة التي قصفها فيها البرج بأكمله وبالتالي فقدنا جميع المعدات بما فيها جهاز البث يقول القائمون على إذاعة الإيمان الخاصة إنهم أغلقوا في أول أيام الحرب الإذاعة وطلبوا من تقييمها التزام منازلهم خشية على أرواحهم وبعد أن انتهت الحرب وعاد بث الإذاعة استمر تقطع إرسالها كبقية الوسائل الإعلامية بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي محمد عبد الحيس كاي نيوز عربية قطاع غزة تنضم إلينا من باريس مسؤولة مكتب الشرق الأوسط لمنظمة مراسلون بلا حدود سوازيك دولي صباح الخير سيدة سوازيك أولا هذا التقرير جاء ميدانيا مراسلون أعده على الأرض أنتم في منظمة مراسلون بلا حدود كيف تابعتم خسائر الإعلام في الحرب على غزة؟ خلال هذا الحرب على غزة كانت في بعض المبانئ مع وسائل الإعلام كانت المستحدثين من الجيش الإسرائيلي وكما كانت في النهاية نفتكر 17 إعلاميين كانت قتلوا خلال هذا الحرب في غزة ولكن أغرب بعض منهم كانت قتل كزي الكل المدنيين وبعض منهم كانت قتل لأن كانت خلال تغطيتهم كسحفيين ولكن هذا النهاية شفنا العدد السحفيين قتلوا خلال هذا الحرب أكتر بكتير بالمقارنة الحرب في 2008 وكمان خلال الحرب في 2012 ولكن بالمقارنة الحربين السابقة المبانئ مع الموجود الوسائل الإعلام خصوصا مثلا مش مستحتف بنفس المجال كان سابقا وفيه فرق وفيه شيء مهم جدا خصوصا بنسبة السحفيين أجنبيين في 2008-2009 الإسرائيليون كانوا يمنعوا الدخول السحفيين أجنبيين في القتال غزة وفي 2012 كانوا موجودين على الأرض لكن في هذا الفترة هذا الحرب كان يطلب الجيش الإسرائيلي كان يطلبوا السحفيين أجنبيين يقعوا الورقة زي يرفضوا أي إجرات قدائية ضد الجيش الإسرائيلي لو في أي شيء وسليهم على الأرض خلال يعملوا الشغلهم كالسحفيين وذلك أول مرة أي دولة في الدنيا أبدا أي بلد في الدنيا كان يطلب هذا الإجرات الإدارية لأي صحفي أبدا يدخل في بلدهم في الأرض سيدة سوازيك ألا يعتبر استهداف الصحفيين جريمة من جرائم الحرب خصوصا أنها تخالف اتفاقيات جنيف وأيضا ما دور المنظمة في هذا الموضوع منظمة مراسلون بلا حدود لكن شوفنا السعب نحن نعرفين مثلا لو حمدي شهيب وسائق وكان قتل في 9 يوليو كان السعب أو لا هذا الدارب الإسرائيلي كان يستحتف السيارة هذا الميديا 24 ولا كان إحنا نظن في إمكانية كان مستحتف لو في إمكانية ولا لا نسل الشي بنسبة خالد حمال ورامي رايان والآخرين أحراب منهم كان موجودين على الأرض مثلا كل الأضراب من الجيش الإسرائيلي كان موجودين على الأرض كسحفيين لكن قتل كان ليسوا مستحتفين من هذا الأضراب الإسرائيلي لكن بل ده في فرق مع مثلنا صحيح صحيح لكن اسمحي لي سوزك هذه أمثلة صحيحة لكن أيضا هناك كان استهداف لمباني الإذاعة للتلفزيون وهذا فيه قصد وعمد أليس كذلك أكيد أكيد ده لكنا عايزة أدف هذه المعلومات صحيح للإسرائيليون ليس أول مرة لكن الإسرائيليون كانوا يستحذفون المباني خصوصا مع الإزاعة والتلفزيون القدس الأقصى تيوي والإزاعة الأقصى وإحنا كمراسلين للحدود كنا نستكر هذا الدراب على هذا المباني عشان تدد القانون الدولي في القانون الدولي المباني والوسائل الإحلام أمزل عنده الحماية من القانون الدولي طيب سيدة سوازك ألا يعتبر استهداف الصحفيين جريمة حرب خرقا لاتفاقيات جنيف أكيد لو السحفي والسحفي مدني ويعمل الشغل كالسحفي لو مستحتف ومستحتف دق ودال جريمة ودال ديد القانون الدولي دال إتفاقيات جنيف ولكن في خلال هذا الحرب كان سعب جدا إحنا عندنا الأخبار والسحفيين ومستحتفين ولا لا هذا الوحيد للصعوبة إحنا كنا عندنا كمراسل للحدود والمنظمة الإنسانية الأخيرين كمان لكن أنا مؤفى معكم لو سحفي ومستحتف يعمل الشغل تدد القانون الدولي دد القرار من المجلس الأمن من الأمم المتحدة في 2006 في الساعة عشر عيوة واضح أنه ضد القانون الدولي وربما جريب تحرب لكن ما هي الآليات للدفاع عن هؤلاء الصحفيين وأخذ حقوقهم هل هناك آلية واضحة لمحاكمة إسرائيل للتحقيق في مقتل هؤلاء الصحفيين حتى يتبين أنه استهداف أم أنه كان حادث هذا واحد السعوبات الفلسطينيون لكن كمان المنظمة الدولية عندهم لكن خلال من سنوات وسنوات في القانون والمشكلات تتضيق القانون خصوصا في المجال هذا خلال الصراع الإسرائيلي والفلسطيني منذ نصر في 2009 كان في سحفين كانوا مستحدفين وقتلوا خلال الحرب السابق وما فيش نتيجة القضاء وما فيش الدعوة كان في ممكن يرفع الدعوة لكن في نهاية المسؤولية السلطة الإسرائيلية لا فيش نتيجة القضية في النهاية ده الواحد ده المشكلة لكن ممكن نشوف في إمكانية السلطة الفلسطينية ممكن يرفع هذا الشكوى مش بس عشان السحفيين عشان عشان شو صار خلال الحرب ضد المحكمة الدولية اللجمية نعم إذن من باريس مسؤولة مكتب شرق الأوسط لمنظمة مرسل بلا حدود سوازك دولي شكرا جزيلا لك